السلام عليكم لبنات مرحبا بكم جديد معي في قناتكم قناة حلويات أم عبد المغيت الفراز موجود تبارك الله وصل عن بي على خيارات بلدنا ممكن ديروا بي جزافة الحويج اليوم غدي نتقسم معكم وصفة سهلة وطبيعية وفي نفس الوقت منزلية مئة في المئة كمية كثيرة مضمونة وفي نفس الوقت ممكن أنكم تحتفظوا به للمدة سهلة وأكتر نتمنى أنكم تبقوا معايا من خلال هاد الحلقة اللي غن تقسموا فيها مجموعة دي الفوائد والنصائح إضافة المجموعة دي الوصفات بالفريز تشوت أو ما يسمى كيف ما تنقولو بالفاكهة دي الموسم لي بزافة الناس كي بغيوها إيوه نبدأوا على بركة الله الحلقة دينا وفرجة ممتعة للجميع مع الحدقات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 كانوا يقول لنا والدينا بكري ما تكونيش الماقة من الماكلة يعني ما تكونيش ملت طيبة الماكلة تلمقي منها ولكن هدي أنا بالنسبة لي كان أحسب رأي فكرة خطأة إلما دقناش الماكلة كيف سنقوموا باش عارفوا كيف ما سنقولوا للدليال هاشنو ناقصها اشنو خاصها وفي نفس الوقت كيفاش غادين ديرو باش غادين عارفوا كيف سنقوموا كيف سنقوموا كيف سنقوموا ونقصوا ونعدلوا وبينو بينكم الحاجة اللي كنا سنقوموا سنصبقوا رأسنا اللولين كينة واللاق سنكمل الطحين ونطلقوا وقبل ما ندوز باش نكملوا الوصفة نريد أن نرى السر الحريرة الزنقة ونتمنى أن تجربوها مع هادرمبان كتجي من ألد وأروح ما يكن نخلي لكم الرابط ديال الوصفة التحت ما عليكم غير تجربوها وطردوا علينا الخبار بجموعة ديال النصائح والمعلومات والفوائد وفي نفس الوقت الطريقة سهلة مبسطة واللديدة سنتقسموها معكم مع أشهر سيدة الطيب الحريرة في المغرب نتمنى 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 كذلك أنكم تكونوا من الناس الأوفياء ديال قناتنا قناة وصفاتها بالمديل والعلاج والأعشاب كذلك قناتهم من تلزيزة لكتواعدكم باستئناف أو من انطلاق العمل ديالها من جديد معكم وإعطائكم مجموعة ديال الوصفات اللي هتحتاجون تحت طلب ديالكم دائماً الرابط ديال الحريرة هنخليه لكم في صندوق الوصف في نفس الوقت باش غادي نعرف واش طب أولا من بعد ما نحيدوا هديك الكشكوشة كاملة لأنها هي اللي تخسر لنا الخاليات ديالنا الخاليات ديالنا أولا للوصفة ديالنا حاجة أخرى اللي يجد مهمة تخلط أولا تحرك من التحت وحاجة اللي نبغي نقول لكم حاولوا أنكم بشار فوهو اشطفوا للا ديال غادي تقضي واحد الكميات وضعيه في واحد طباسين وغادي تجري بيديك تخليها تتبرت تماماً وغادي تجري بيديك وزهاد الكمفيتوخ إلى عودة رجع غراه هو بقي مطابش يعني بقي فيه المزيد الطياب سينو إلى مخلاش لفرس من وراه من وراه هديك الجردية الصبع عارفه بأنه واجد طريقة التعقيم دياله أو الطريقة الاحتفاظ دياله وناخدوا قراءة نديرهم في الماء وغادي نقلبوهم على فام همتين نشفو تماماً نمسحوهم ومن بعد ندير فيهم نكون يتسد مزيان تكون القراءة تسد مزيان 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 وغادي تديرها على فام همتين تحديد المدد ديال 5 دقيق هادي من نسبة الوصفة الأولى أما بالنسبة الوصفة التانية ممكن أن نفس الطريقة اللي درنا نعودوها بدون الطياب ناخدو غير ملي بدينا كنتحنو قياس تقريباً ديال 1 زلافة أولى 150 ملي نوضعوه هاكا كنتحول نوضعو في دي صاشي أولى في دي فلسيك ونستوكيو في الفريغو هاكا ملي غادي تكون عدناشي مناسبة شيع عرس أولى سبوع أولى غير ذلك أو لضيف على فلا غير كنتجبدو وكننخويه إليه تقريباً واحد دي ترولاروب ديال الماء وكاس ديال ياغورت ديال الفريز كي يجي عصير رائع وجيد وفي نفس الوقت جيد اقتصادي اقترحنا لكم مواصفات وكذلك معلومات بخصوص الفريز وكذلك طريقة ديال الاستغلال دياله ما بقى لي إيلا نوداكم دابام ونقول لكم تلو فرازكم بسحة والراحة ونتمنى أنكم تكونوا معنا دائماً إلى اللقاء شكراً لكم شكراً لكم